استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير عددا من ملفات عمل الوزارة تناول الاجتماع شرحا تفصيليا للمنظومة المصرية الحديثة لتكويد المزارع والكيانات التصديرية وتتبع الشحنات الزراعية المصدرة والتي يقوم بها الحجر الزراعي وكذلك تم عرض النتائج الإيجابية لتطبيق هذه المنظومة على التصدير لكافة دول الاتحاد الأوروبية ومعظم دول العالم التي تطبق أحدث الأنظمة الرقابية في مجال سلامة الغداء والصحة النباتية كما استعرض وزير الزراعة موقف المشروع القومي لزراعة قصب السكر بنظام الشكلات للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية وكذلك جهود الوزارة في مواجهة تعديات على الأراضي الزراعية